وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين السلام عليكم أعزائنا المشاهدين المشاهدين قناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام وعبر البث المباشر على اليوتيوب نرحب بكم في الجلسة الثانية والعشرين من الجلسات البحثية مع الشيخ الحبيب كما نرحب بالسادة الحضور في أرض فدك الصغرى وكذلك نرحب بسماحة الشيخ الحبيب السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر خدمة فدك للواتساب على الرقم التالي صفر صفر أربعة أربعة سبعة أربعة ثمانية اثنين ستة اثنين اثنين ستة اثنين ستة على ألا تتجاوز مدة المقطع الدقيقتين تفضلوا شيخنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسر وما أعلن وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلوني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل 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 ولعن أعداهم ولعن الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة سيدنا حبيب الكاظم عليه السلام القاسم ابن موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين في الكافي الشريف رواية عن الثقة معاوية ابن وهب معاوية ابن وهب قال قلت له أي للصادق عليه السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس من من ليسوا على أمرنا أي المخالفين كيف تكون العلاقة بيننا وبينهم فقال عليه السلام تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم لا يخفى أن هناك ما يمكن أن نصطلح عليه بمستويين من العلاقات مع الآخر المستوى الأول هو المستوى الاجتماعي العام مع العوام ومع من يرتجى أن يهتدي أو أن يحيد في بعض الأحيان فهذا يتعامل معه بمقتضى هذا الحديث فيتواصل معه بشكل إيجابي ومن ذلك أن إذا مرض عدنا إذا توفي له أحد عزينا وشهدنا جنازة المتوفة إذا تطلب الأمر أن يشهد له أو عليه في مجلس القضاء نفعل إذا تطلب الأمر أن تؤدى إليه الأمانة نفعل أي بعبارة أخرى إنها العلاقات الاجتماعية التي فيها شيء من التودد والمخالطة الكريمة أما المستوى الثاني فهو ما على مستوى الكبراء من رموز الضلال ومن يتقوم بهم الضلال فهؤلاء يتعامل معهم بمقتضى الحديث الذي كان محط بحثنا في الجلستين الماضيتين أو الثلاث خاصموهم باهلوهم فالعلاقة تكون حينئذ غير ودية بل ندية طيب قد ينقدح إشكال هنا ما إن سمعنا هذا الحديث الذي قلنا إنه على المستوى الأول الإشكال يقول أن الإمام الصادق عليه السلام هنا في هذا الحديث حبب إلينا الشهادة ونعني بالشهادة الشهادة في مجلس القضاء يقول ويقيمون الشهادة لهم وعليهم على المخالفين ممن ليسوا على هذا الأمر ولكن قد مر معنا البارحة أمر شريك القاضي الذي لما شهد عنده أبو كريبة ومحمد بن مسلم رد شهادتهما بدوا وقال فاطميان جعفريان ثم بعدما بكيا وحصل ما حصل أجاز شهادتهما هذه المرة مما يكشف عن أن هذا الرجل القاضي العام رغم اقترابه من التشيع إلى حد ما كان لا يجيز شهادة الشيعة ويطعن في شهاداتهم من جهة تشيعهم ورفضهم والحق أن الإمام الصادق عليه السلام استنكر ذلك حتى أنه دعا على شريك بل أكثر من هذا أمر شيعته أن يكفوا عن الشهادة والحال هذه ففي كتابي التهذيب تهذيب الأحكام والفقيه أي من لا يحضره الفقيه للطوسي والصدوق عليهما الرحمة أنه قيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد شهادتنا فقال عليه السلام لا تذل أنفسكم هذه العبارة الصادقية ينبغي أن تكون منهجا لنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام علماء وعوام على كل المستويات لا تذل أنفسكم ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ إذا ما عطفناها على العبارة التي تقدمت في الحديث الأول أن صحيح أن الشارع استحب لنا أن نشهد عند قضاة المخالفين ونؤدي الشهادة وهي واجبة علينا حينئذ أو مستحبة هذا أمر مطلوب ولكن إذا أفضى ذلك إلى أن نذل أنفسنا أو نذل أنفسنا فحينئذ علينا أن نتوقف عن ذلك شريك كان يذل الشيعة إذ يرفض شهادتهم يقول أنت لست بعادل شهادتك ليست بمقبولة أنت فاسق أصلا لماذا؟ ما تهمتك؟ توالي أهل البيت عليهم السلام وتبرو من أعدائهم هذا إذلال لا تعرض نفسك للإذلال يستفاد من هذا أن كل ما استحبته الشريعة مننا إذا ما أفضى إلى الإذلال وجب تركه وجب الامتناع عنه ومن هذا أمر التقية فإن الرواية التي تقدمت معنا هي أيضا معدودة في باب التقية بالمعنى الواسع التقية هذه قد تكون واجبة في بعض الفروض قد تكون مستحبة في بعض الفروض توقيا للضرر اتقاء للضرر وللغائلة من الآخر ولكن إذا ما أفضت إلى مذلة فإنك إن أصررت عليها حينئذ تكون هذه التقية تقية مغلوطة إذا ما رأيت أنها تفضي إلى أن تذل نفسك أن تتعرض للإذلال والمهانة فعليك حينئذ أن تتركها لأن التقية الشرعية هي تقية العز لا تقية الذل وهذا ما يومئ إليه قوله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام كما في معاني الأخبار للصدوق من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من العز إن عز المؤمن في حفظ لسانه ومن لم يملك لسانه ندم لحقته الندام إذن التقية الشرعية هي هذه التي تورث عز لالتي تورث ذل بعبارة أخرى التقية الشرعية كما يومئ إليه هذا الحديث الشريف كأن قوامها هو السكوت للمبالغة في الخضوع للآخر ومماشاته في عقائده في مذهبه في رأيه بل والتملق له والتزلف وإطرائه بما يكسبه الشرعية أو الاحترام الشرعي فإن هذا حينئذ يكون من النفاق للتقية الشرعية التي رسمها الأئمة الأطهار عليهم السلام لاحظوا الحديث مرة أخرى الإمام يتكلم عن التقية الشرعية التي تورث عزة التقية عز المؤمن من استعمل التقية في دين الله فقد تسنم الذروة العليا من العز طيب هذه التقية قوامها ماذا هذه التقية الشرعية التي تورث عزا لا ذل يقول الإمام أنت بس تسكت إن عز المؤمن في حفظ لساني ومن لم يملك لسانه ندم أي كأن الإمام يوجهنا إلى أننا لا نحتك بالآخرين ولا نجابههم لا نخاصمهم لا نعاديهم نكف ألسنتنا عنهم تقية حتى نعزز حتى نتسنم الذروة العليا من العز لم يدعن الإمام إذن إلى أن نماشيهم في آرائهم إلى أن نبالغ في مدحهم أو الخضوع لهم أو الإطراء عليهم بما يفهم أنهم مقبولون شرعا أو محترمون شرعا خاصة إذا كانوا من كبرائهم فإن في هذا إضلال الناس فضلا عن التزلف لهم أو التملخ فإن هذا كله أجنبي عن تلك التقية التي أمرنا بها أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بهذا المفهوم وبهذا الخط العريض بهذا التوجيه العريض العام التقية إذن التي تورثنا العز أننا إذا ما تطلب الأمر منا أن نسكت أن نملك ألسنتنا نسكت لا نحتك لا نجابه لا نواجه مثلا حتى لا يجور علينا يعبد الله هذا الإنسان المؤمن في تلك الديار الناصبية مثلا يعبد الله عز وجل سرا لا يتكلم ما لشغل بأحد هذه تقية تورثه عزا لأنه لن يتعرض حينئذ للإذلال للمهانة لا تذلوا أنفسكم الإمام عليه السلام يقول أما إذا تعدى هذا الطور وذهب يتزلف للحكام أو يتملق لرؤوس الضلالة من مشايخهم من كهنتهم ويطري عليهم أو يمجد برؤوس الكفر والنفاق الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله كالجبتين أبي بكر وعمر مثلا أو ألف كتابا بعضهم ألفون كتب أيضا مع الأسف يؤلفون كتبا ويستعملون فيها عبارات أو يدونون فيها أقوالا حين يسألون عنها يقولون إنما كتبناها تقية ما هذه من سيرة الأئمة عليهم السلام ولا من سيرة أصحابهم الأبرار إطلاقا ما كان من سيرة من يؤلف كتابا تقية وإنما كان من سيرتهم أنهم إذا تعرضوا إلى موقف ما وأكرهوا على شيء ينطقون بالتقية لا أنهم يبذلون همتهم وجهدهم فيؤلفون كتابا أو يلقون محاضرة أو درس أو خطبة تحتوي على أباطيل توقع الناس في الشبهة وفي الحيرة من باب التقية يفعلون كل هذا من باب التقية هذه تقية مغلوطة تورث الذل الحاصل إن علينا أن نحاذر من دخول الذل علينا بسبب توهمنا جواز استعمال التقية في موقف ما فقد جاء عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما في تحف العقول قوله من أقر بالذل طائعا فليس منا أهل البيت هذه حفظوها أحيانا مع الأسف الشديد ومع الأسى والألم يقع في ذلك فقهاء كبار مراجع أعلام من حيث لا يشعر بحسن نية يتوهمون أن الظرف يقتضي التقية ولا يلتفتون إلى كل الأبعاد وإلى ما يمكن أن يترتب على استعمالهم التقية في هذا الظرف من مضاعفات خطيرة فلذا يستعملون التقية في ساعة تورث لنا ذلا طويلا مستمرا وعارا لا يمحى بحسن نية لا نتهمهم لكن هذا هو الواقع وإذا ما أردنا أردنا أن ننهض بأمتنا وأن نقوم مسيرتنا فعلينا أن نفتح هذه الصفحات وأن نتناقش فيها وأن نلفت الأنظار إلى تلك المحطات التاريخية حتى لا نرتكب ما ارتكبه أولئك الأعلام في تلك المراحل الحرجة أضرب لكم مثالا أسألكم ما قولكم في الوهابية شو تقولون جاوبوني نواصب واحد يقول بعد مجرمين بعد شر الناس بعد دواء عشرون دواء عشرون أخو ندري شنو ما توصيفكم لهذه الفرقة منذ نشوئها على يد محمد بن عبدالوهاب لعنه الله شو تقولون نواصب كفار شر الأمة خوارج عموما ضالين مضلين إرهابيين بقوا واحد يقول حيوانات زي شوفوا اجماعكم أكو واحد منكم يقول غير هالكلام بهذا المضمون يقول كلمة فيها مدح الكل مجمع المفروض هذه مقالة الشيعة أنهم يرفضون الوهابية ويعتبرونهم بالفعل من شر الناس وأنهم مذمومون تتعدد التعابير لكن كلها تصبوا في إطار الذم والتشنيع عليهم صحيح؟ في حين للوهابية لو كانوا ينتبهون ويلتفتون لكنهم لا ينتبهون ولا يلتفتون للوهابية أن يحتجوا عليكم جميعا بأن مرجعا كان هو الأعلى لكم في زمانه كان يعتبرهم أهل إيمان واستقامة وهدى الله أكبر فيأخذون هذه الكلمة من هذا المرجع وهو زعيم الطائفة في زمانه ويصفعونكم جميعا واحدا تلو الآخر بها يقول شوفوا هذا مرجعكم يقول هذا الكلام زعيمكم يقولوا هذا الكلام هكذا امتدحنا بين أيدينا وأيديكم رسالة جوابية من الأمير عبد العزيز بن سعود هذا نصها استمعوا جيد يصل الخط إن شاء الله إلى عبد الله جعفر راعي المشهد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام التام والتحية والإكرام يهدى إلى سيد الأنام محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام ثم ينتهي إلى جناب الأجل الأكرم عبد الله جعفر سلمه الله من كل شر وأسكنه يوم القيامة جنة المستقر وأعاذه من عذاب النار الذي يحذر أما بعد فوصل كتابك وفهمنا ما تضمنه من خطابك وما ذكرت أنه بلغك عنا من حسن الطريقة واستقامة السيرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائط الإسلام فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وجنبنا من عبادة الأصنام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله من المرسل عبد العزيز ابن محمد ابن السعود أمير الدولة السعودية الأولى في شدة اتساعها الذي توسع سلطانه إلى أن شمل شمل معظم أرجاء الجزيرة المحمدية وحتى استولى على قطر وإلى أن وصل إلى تخوم عمان وإلى الشمال إلى العراق وكان يعني قد بسط سلطانه على معظم الأرجاء فيما يسمى الدولة الدولة السعودية الأولى هو ابن ابن محمد ابن سعود الذي تحالف مع محمد ابن عبد الوهاب وكونا معا نواة الوهابية السعودية صار واضح الحاكم الثاني هذا المرسل المرسل إليه الذي سماه عبد الله جعفر راعي المشهد تعرفون منه كاشف الغطاء كاشف الغطاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير زعيم الطائفة في عصرح قد تبادل الرسائل فيما بينهما وهذه كانت رسالة جوابية من ابن سعود أرسلها إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير فأين هي رسالة كاشف الغطاء إنها مطبوعة اليوم في كتاب يحمل عنوان منهج الرشاد لمن أراد السدد وفي صدرها قوله وهو يخاطب عبد العزيز ابن سعود يقول أما بعد فقد ورد إلى المقصر مع ربه التائب إليه من ذنبه الطالب من الله السداد جعفر أقل طلبتي أو أقل طلبتي أهل بغداد كتاب كريم على كيفك سيد مشتمل على كلمات كالدر النظيم ممن لم يزل بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا زاجرا شوف المدائح لمن للوهابي السعودي يقول لم يزل بالمعروف آمرا الوهابين يأمرهم بالمعروف وعن المنكر ناهيا زاجرا أنا أدري لاحظ مرتفع حرارتكم بس تحاملونا الأمر بعبادة المعبود الشيخ عبد العزيز بن سعود الله أكبر فلما فلما نظرته وتدبرته وتأملته وتصورته خلوت في زاوية من الدار وتصفحته تصفح الإنصاف والاعتبار إلى آخر كلامي والرسالة وإن كانت رسالة كاشف الغطاء وإن كانت في رد الوهابية صحيح إلا أن لغتها ونبرتها وما اجتملت فيه من تعظيم وما اجتملت عليه من تعظيم وإجلال ولغة مفرطة في الليني والتصالحية مع الوهابية ومع حاكمها وإمامها آنذاك أشعرته بأن مرسل الرسالة مسكين مستكين وأشعرته هو إذ أرسلت إليه الرسالة بالزهو والقوة والشموخ والمكنة وهذا أول الوهن هذا أول الوهن أن تصور نفسك أنت بهذا الشكل فتنكسر نفسيا وتعزز خصمك نفسيا تجعله يعتز أكثر بل وتأخذه العزة بالإثم طيب لماذا استعمل كاشف الغطاء هذه اللغة هذه اللغة التي للوهابي اليوم إن التفت وأنا أدري بعد خطابي هذا رح يلتفت أن يأتي بهذا الكلام من كاشف الغطاء ويحتج به علينا ويلزمنا به ويقول لماذا تطعنون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولماذا تطعنون في الوهابية إنهم عند مرجعكم الأعلى في زمانه آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر داعون إلى عبادة المعبود مستقيمون طريقة وهذه المراسلات بينهما تكشف عن ذلك لماذا استعمل هذه اللغة التي يمكن أن تتخذ حجة علينا علينا الجواب لحفيده محمد الحسين آل كاشف الغطاء في الصفحة مئة وستة عشر من كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية يقول متحدثا عن جده الأكبر وقد سلك فيها متحدثا عنه وعن رسالته هذه قال وقد سلك فيها مسلكا لطيفا وعمل بقوله تعالى فيما أمر به نبيه موسى عليه السلام حيث قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وهذه ما احنا ترفصلناها من قبل كانت لنا محاضرة في ذلك قلنا لا يصح أن تأخذوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض بنفس الوقت الذي عندنا في هذه الآية الكريمة عندنا كذلك أن موسى عليه السلام قال لفرعون إني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني أنت يثبروك بجهنم مثبور هالكا في جهنم فاستخدم معه لغة حادة مو لغلينة زاوج بين اللغتين وهذا نبي معصوم من أولي العزم لا يخالف ما أمر الله به إذن لابد أن الذي تتوهمونه بخيالكم الواسع إنه ما شاء الله كلهم حافظين هاي الآية يقول لك شوفوا فرعون فرعون على جبروته فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لما الله أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إليه قال شنو فقولا له قولا لينا أنتوا ليش هالشكل مطيلين لسانكم وتتكلمون على أبو بكر وعمر وعلى غيرهما قولوا قولا لينا لازم إن شون قولا لينا لمن لأبي بكر وعمر لعلهما يتذكران أو يخشيان خراح وخلص ولا وبعد أي تذكر أو خشية ترتجى منهما يعني شوف هذا الغبي إيش قد ما يفكر اللي يستدل بهذه الآية على هذا إن زين إذا كان الأمر هكذا لماذا موسى عليه السلام استعمل هذه اللغة الخشنة التي دونها القرآن كذلك إني لأظنك يا فرعون مثبورا مثبورا ليش استخدمه يعني ما يعرف هو يا أخي حين تتوجه إلى أحد أملا بأن يتذكر أو يخشى لا بأس في البداية أن تستعمل معه لغة لينة إذا أصر وعاند وفقدت الأمل تستعمل معه لغة اللغة الخشنة اللغة الحادة وهذا ما فعله موسى عليه السلام شاف هذا لا يتذكر ولا يخشى خلص إني لا أظنك يا فرعون مثبورا ثم هذه اللغة اللينة هم لها في البداية في أول الكلام عرفته في أول الكلام هذه اللغة أيضا لها ضوابطها وحدودها مو بكيفك تسرح بخيالك وتقول لها جناب الأجل فرعون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى عبادة المعبود خير ملوك الزمان ما يصير تقول له هذا الكلام أقصى ما هناك في رواياتنا الشريفة أنه ما معنى فقولا له قولا لينا أن الله قال لهما لما تدخلان عليه قولا كالنياه قولا يا أبا مصعب بس يا أبا فلان بس هو هذا يعني لما تخاطبوا لا تقولوا ليا فرعون الكافر الكذا لا كالنياه قولوا ليا أبا فلان بس وين يا أبا فلان مما أسس عليه القوم فقها وسلوكا وخلوه شنو يوصل إلى هاي المستويات وهي المبالغات في التزلف في التزلف والتملق والثناء والإطراء وكل ذلك يرجعونه إلى فقولا له قولا لينا ما شاء الله احنا هذه مشكلتنا مع القوم مشكلتنا إما إفراط وإما تفريط على رسلكم ما منعناكم تقولون يا أبا فلان ما منعناك تكتب رسالة إلى الوهابي وتقول له يا أبا فلان بس توصل إلى أحد هذا الإطراء والثناء اللي والله عجيب أما شوف كيف يبرر الحفيد للجد يقول وقد سلك فيها مسلكا لطيفا وعمل بقوله تعالى فيما أمر به نبيه موسى عليه السلام حيث قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فإن الشيخ يعني الشيخ كاشف العطاء الكبير سلك مسلك اللين والانعطاف وتجنب العنف والاعتساف لما فيه من جذب القلوب إلى الحق واستجلابها باللين والصدق حيث إنه يقول مخاطبا الشيخ عبد العزيز بن سعود يا أخي يا أخي في أواخر الفصول وجعل نفسه من طلبة أهل بغداد مكنيا بذلك عن كونه من أهل السنة والجماعة ليتوصل إلى الغرض شيئا فشيئا ويرتقي من مرتبة إلى أخرى مع أنه شوفوا لما أنت تصور نفسك أنك أنت لست المرجع الأعلى للشيعة وبالأخير يفتهمون أنه أنت المرجع أنت المرجع وراعي المشهد تمام هذا الأمر بحد ذاته يعطيهم رسالة ضعف انكسار أنه ليش هو ما قال أنا جعفر النجفي اللي موجود في النجف ونسب نفسه إلى بغداد وقال أنا منكم من أهل السنة والجماعة على تعبيرهم إذن هو كان يحاول أن يهمنا بشيء ما وما ذلك إلا لخوفه واضطرابه وفزعه استعماله لهذا الإسم المستعار أو لهذه النسبة المستعارة بهذا التجوز الواسع حتى جعل نفسه أقل طلبة بغداد لا ينبيو عن شيء إلا عن خوفه واضطرابه فإذن الشيع إذا هذا حال مرجعهم الأكبر إذن الصغار شنو حالهم إذن خلي نسحقهم سحق وهذا اللي حصل طبعا وإذا كانت أعصابكم تتحمل أنقلوا لكم أيضا ما قاله محمد حسين الكاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية في الصفحة مئة واثنتين عشرة والتي تليها إن شاء الله تتحمل يقول وكانوا وكانوا يعني الوهابية يأوون إلى السيد محمود الرحباوي فيبيتون الرحبة ويصبحون بغاراتهم النجف أو ويصبحون بغاراتهم النجف هذا واحد خائن تركان وسيد نعم ومن سلالة الصفويين بالمناسبة الذين هربوا من إيران إلى العراق واستوطنوا هناك بعدما أو توطنوا هناك بعدما سقط ملكهم في بلاد فارس يقول ويصبحون بغاراتهم النجف ثم يمسون في الرحبة وكان الشيخ يومئذ أي الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير هو المرجع والمآل في جميع الأحوال فنهى السيد محمود عن إيوائهم وإخباره أهل النجف بمجيئهم فأبى عن كل ذلك وهذه إحدى دواعي قتله كما سيأتي قريبا زين الآن هذا الصعب حقيقة الذي يثير الأعصاب يقول فالتجأ أي الشيخ التجأ إلى تدارك الأمر من زعيمهم الأول لما أخبر به من عقله ووفور معرفته فجعل يكاتبه على البعد ويطلب منه الأمانة بأنواع اللطائف والحيال حتى سمح له بذلك وأمر جنده بأن يكفوا شرهم عن النجف ففعلوا فلم تأتي غارة للنجف مدة بقاء محمد الوهابي في قيد الحياة إلى أن يقول وكان الشيخ جعفر قد سأله أن ينصبه حاكما في النجف من قبله فبعث إلى أهل النجف كتابا يأمرهم بطاعة الشيخ وأنه وكيل عنه عليهم بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل صلى الله عليه وسلم وعلي محمد وعلي محمد وعلي محمد من ذا يتخيل من ذا يتصور ولا بالأحلام هذه أن المرجع الأعلى للطائفة في زمانه يصبح وكيلا للوهابي على النجف على أساس أن يطلب منه الأمان ويحقن الدماء هل حقق غرضه فعلا يعني هو يقول طوال مدة عقد من الزمان أو شكت قال مدة بقاء محمد بن عبد الوهاب في قيد الحياة ما كان صاير غارات على النجف بعد تلك المناوشات التي حصلت ولكن بالنتيجة أنت بهذه الرسائل وبهذه الكتب وب طلب الوكالة هذه من حيث لا تقصد أو تريد قدمت أعظم هدية اعتبارية لإمام الوهابية ولأتباعه فصار لهم إلى اليوم يحتجوا علينا مرجعكم الأكبر جاء إلينا ذليلا يطلب وكالتنا خوفا ورعبا فأعطيناه مننا عليه بذلك عرفت فداحة المسألة وين مرجعكم الأكبر يشهد لنا بأن من أهل الاستقامة والهدى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أدركتم الفداحة أين كارثة شهر كارثة كل هذا لحقن الدماء طيب هل بالفعل بعد هذه الفترة المؤقت الوجيزة حقق كاشف الغطاء غرضه وحقن دماء أهل النجف وشيع عموما لا ارجعوا إلى مقدمة منهج الرشاد واقرأوا وبمقدار النجاح الذي حققه كاشف الغطاء مع الشيخ عبد الوهاب فإنه أراد أن ينحو المنح نفسه مع وريثه الأمير عبد العزيز بن سعود وهو وإن نجح في تحييده قرابة العقد من الزمان إلا أن ذلك لم يمنع ابن سعود من غزو مدينة كربلاء المقدسة عام ألف ومئتين وستة عشرة هجرية ونهب الكنوز المودعة في حرم الإمام الحسين بن علي عليهم السلام وقتل أهالي البلدة قتلة مأساوية شنعاء إن الهجوم الوهابي على كربلاء لم يكن مستهدفا الشيعة بمقدار ما كان يهدف إلى إحلال الفوضى في الامبراطورية العثمانية وتهديد سلامتها وسرقة الخزائن التي ملأها ملوك الهند والفرس بنفائس الجواهر في النجف وكربلاء وبعد واقعة كربلاء أحس كاشف الغطاء بضرورة تحصين النجف وتعبئة الأهالي للدفاع عنها فتهيأت لذلك مراكز تدريب قتالية خارج البلدة يشرف عليها كاشف الغطاء بنفسه كما تم تعيين عدد من المقاتلين للحراسة وتنظيم المجاميع الأخرى للتصدي للغزو الخارجي من وراء الأسوار وقد فشلت جميع الهجمات الوهابية الخمسة التي تكررت على النجف والتي كان أعنفها الهجمة التي حدثت أواخر عام الف ومائتين وثمانية عشرة للهجرية ألف ثمانمية وثلاث ميلادية حيث دافع النجفيون دفاعا عنيفا ولم تستطع القوة الغازية من اقتحام المدينة وفي عام ألف ومائتين واحد وعشرين هجرية ألف ثمانمية وستة ميلادية تعرضت النجف لغارة مفاجئة إلا أن ثقة النجفيين بممارساتهم القتالية وتحصنهم بالأسوار والأسلحة جعلهم يتغلبون هذه المرة على القوة المهاجمة بسهولة طيب لماذا منذ البداية لم تفعل هذا يعني لو فعلت هذا منذ البداية لكنت أيضا حقنت دماء الشيعة وفي نفس الوقت حفظت عزتهم ولم تذلهم ثم هب أنك حقنت دماء أهل النجف بأخذك الأمان من محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن سعود فيما بعد ونصبك وكيلا عنهم على النجف هب أنك حقنت دماء أهل النجف ماذا عن أهل كربلاء ماذا عن أهل الإحساء ماذا عن أهل القطيف ماذا عن أهل المدينة المنورة بقية الشيعة في بقية الأماكن التي ذبحهم الوهابية هنا وهناك هل حفظت بقية البقاع هل حفظت المدينة المنورة والبقيع بهذه الرسائل الودية المتبادلة التي فيها ما فيها من إطراء وثناء على أساس قولا له فقولا له قولا لينا والتي صارت عارا وذلا يصب على رؤوسنا ماذا حققت بذلك إن هذا أشعر خصمك بأنك محتاج إليه مضطرب منه ترتعد فرائصك منه إذ تتملق إليه بل وتوري وتنسب نفسك إلى بغداد إن هذا يجعله يشعر بالقوة أكثر والمكنة أكثر والزهو أكثر يزهو بنفسه ويعطيه رسالة واضحة عن مدى ضعفنا وخوارنا وجبننا يعني إذا هذا السلوك مرجعنا الأعلى فما ظنك بغيره لقد صب الظل على رؤوسنا بسبب ساعة الظل هذه تشخيص خاطئ للظرف الموضوعي نحن لا نتهمه في نيته من المؤكد أنه رجل تقي من المؤكد أنه عالم بر كل ذلك مؤكد أحسنتم نحن نعيب الفعل ونعلم حسن نواياه ولكن نقول أيها القوم أفيقوا هذه هي التقية المغلوطة التي نحاربه أحسنت أحسنت شون افتهمنا في البداية قلنا التقية لها حدود لها ضوابط لها شرائط كف لسانك تقية نقبل كففت لسانك أما تكتب رسائل وتمدح وتثني وتطري بهذه المبالغات هذه مو تقية شرعية هذه تقية تورث الذل والتقية الشرعية هي التقية التي تورث العزة لا يحق لك أن تفعل مثل هذا لأنه الغرض رح ينتقض ينعكس غرضك كان حفظ الشيعة إعزاز الشيعة شنو اللي صار العكس اللي صار نفس هذا الذي رسلته وأخذت منه الأمان أغار على كربلاء وأغار على النجف ولولا أنك أفقت والتفت وبدأت تعبئ الشيعة وتسلحهم وتشرف على الدفاع والقتال والعمليات التدريب بنفسك لكان قد أغار على النجف أيضا وأوقع فيها مجزرة عظيم أنت ما فعلت شيئا بالنتيجة بسبب هذه الرهبة من الوهابية إذ اتسعوا في الأرض في الجزيرة العربية وسيطروا وبسطوا سلطانهم في كثير من الأرجاء بتوحش هذه الرهبة أفقدتك توازنك فأردت أن يعني تتودد إليهم وأردت أن تنصحهم وكأنهم يقبلون النصح هؤلاء لا يفهمون هذه اللغة هذه رسالتك هذه كلها رسالة منهج الرشاد ومتعب نفسك وراح يمطلع لك مصادر المخالفين وكاتبه ورد على الوهابية في آراءهم ولكن مع هذه اللغة الودية العظيمة يا أخي يا أخي ويا قرة عيني ويا ما أدري منه هذه كلها تروح عندهم وين يذبوها في أقرب سلة مهملات الوهابية لا يفهمون إلا لغة السيف بس هو الوهابي عنده منطق عنده فهم لا أتكلم عن الوهابي طبعا في مثل زماننا هؤلاء المخدوعين المشوش عليهم فمنهم من يهتدي أنا أتكلم عن الوهابية من طراز محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز بن سعود والصنف هذا وين يفهم هذا هذا الكلام هذا يرتدع هذا يأخذ بالرشاد هذا الشيء الوحيد الذي يجعله يلجم نفسه أن يرى بارقة السيف أمام عينيه هنا يتراجع يقول لا ذو لعدهم سيف غير السيف ما يفهم هذا أهل سعود غير السيف ما يفهمون فما الذي فعلت أنت بهذه الرسائل وبهذا السلوك الخاضع الانبطاحي على أساس أن تحقين دماء أهل النجف هم ما حقنت دماء الشيعة كربلاء مجزرة عظيمة انتهاك لقدسية وحرم الإمام الحسين عليه السلام وتمددت هذه الدولة وتمددت وتمددت إلى أن بلغت المدينة المنورة والبقيع وهدمت قبور إمتنا عليهم الصلاة والسلام وأضرحتهم فورثتنا هذه الساعة من الذل ذلا طويلا مستمرا إلى اليوم إلى اليوم الشيعي في ذل الشيعي في عار إلى اليوم كل شيعي اليوم كل شيعي يدوب على الأرض أصلا ما يحق لا يرفع راسه صراحة إحنا في ذل إحنا الآن إحنا في عار وأي عار ما دام مراقدة أمتنا عليهم السلام في البقيع هكذا نحن في عار وذل إحنا ما يحق لنا نرفع راسنا هذا الذل مستمر من تلك اللحظة من تلك اللحظة الزمنية إحنا في مصيبة إحنا في عار إحنا في ذل ومهانة إذا مراقدة أمتنا عليهم السلام لا يعاد تشييدها فنحن لا عزة لنا نحن لم نحفظ أمتنا عليهم السلام ما بقاؤنا بعد هذا أي إمام عليه الصلاة والسلام يرضى عنا بهذا كيف يتقدم ويظهر لنا صاحب الأمر عليه السلام بعد هذا الذي فعلناه من الخذلان المرجع الأعلى في زمانه حين بلغته أنباء أنه قد انتهكت قدسية أهل البيت عليهم السلام في البقيع وسويت مراقدهم الطاهرة بالتراب بالأرض كان ينبغي أن يعلن الجهاد ويكتب الكتائب ويفعل مثل ما فعل هو تاليا على مستوى وحدود النجف البلدة الصغيرة لو أعلنها للعالم كله وتعالوا يا شيعة استذبحوا لأجلها إمتكم لقضي على الوهابية منذ ذلك الزمان ولن قرضت الدولة السعودية منذ ذلك الزمان لكن الذي حصل هو هذا خنوع واستسلام بتصور أن هذا المورد من موارد التقية إرسال رسائل خانعة استسلامية توددية تصالحية للطرف الآخر تعطيه شرعية من جهة وتشعره بالمكنة والقوة من جهة أخرى وبضعفنا ومسكنتنا واستسلامنا نحن من جهة ثالثة فتكون النتيجة تمدد هذه الدولة اللعين وهذا النبت الشيطان الوهاب الناصبي إلى يومنا هذا أشوف الدولة السعودية الأولى ماذا فعلت والثانية ماذا فعلت والثالثة إلى يومنا هذا ماذا تفعل في شيعة أهل البيت بل في الأمة في الأمة جمعا ليس كثيرا طبعا نحن نتكلم عن أكثر مرة هم هدموا أول مرة بعدين مرة أخرى الجيش المصري جاء قصص مفصلة وثم وعيد البناء من جديد دفعوهم عن الحجاز ولكن الهدم الأخير اللي صار لتقريبا تسعين سنة هذا في الدولة السعودية الثالثة الدولة السعودية الثالثة لكن آي الدولة السعودية الثالثة تأسست على ماذا على أنقاض الدولة الثانية والثانية على أنقاض الأولى طيب لو كنا احنا من الدولة الأولى تحركنا لو كنا من البداية بدأ من أن نرسل هكذا رسائل ترسلها باسم جعفر كاشف الغطاء راعي المشهد راعي الشيعة مرجع الشيعة شنو تكتب له أي لغة تستخدم تستخدم لغة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لغة أمير المؤمنين عليه السلام تكتب لتشلون رسائل النبي اللي كان يهدد بها من يبلغه أنهم يتحذبون ضده فساء صباح المنذرين اللغة حادة سطر واحد ترى كان يكتب النبي سطر واحد سطر ونص بس هي أسلم تسلم خلاص ما تسمع الكلام نعرف شو نحن نتصرف مع أنه النبي صلى الله عليه وآله كان معه قلة بالنسبة إلى عموم العرب أحزاب عرب قبائل طوائف أقوام وأقوام فئام من الناس وفئام هو عنده مهاجر ونصار شوي ويا وياه نصم منافقين ونصم على ربع بس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنها العزة إنها القوة ما كان يرسل مثل هذه الرسائل لا هذه الرسائل من منهج نبي ولا من منهج أمتنا عليهم الصلاة والسلام ولا من منهج أصحابهم الكبار والقادة العظام من أمثال مالك الأشتر وعمار بن ياسر وأضرابهم ما هذا من منهجنا منهجنا هذا في تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيها الناس إن المنية قبل الدنية قبل الدنية والذل منية لأنه هذا الذي يحفظك بالفعل يعني كلفة لو هو كان مقدر أنه لا هو يناجز ويتحداهم ويعبئ الشيعة رح يصير أكو خسائر في النفوس وفي الأرواح أكيد كنا رح ننطي خسائر كذلك بس كلفة ذلك أقل بكثير من الكلفة التي ترتبت إلى اليوم بسبب هذا الموقف الاستسلامي في البداية بعدش باقي بعد إذا أنت تروح تكتب للوهابي تقول خليني وكيل على النجف تشايف ما أشنعها هذه تخيل السيد السستاني يسويها اليوم شي يصير بينا يعني في عزتنا في كرامتنا شو يصير انهيار عندنا أي والله يعني شيخنا النجف تأخذك وكتاب على أنسهم أي تصدق لا كاتبهم كتاب أنا نصبته وكيلا عليكم وكيلا من قي حاكما أطيعوه هذه لا بس الأطراف مناوشات قتلوا شوية كم واحد فأن تقدم المنية قبل الدنية يقوله إمامك أمير المؤمنين عليه السلام أنتوا تخيل لو كنا مراسلين إحنا مثلا ومراجعنا مراسلين أبو بكر البغدادي وكاتبين له رسالة منهج الرشاد يمكن يهتدي لعله يتذكر أو يخشى يعني قوله له قولا لينا فنروح نكتب له إلى السيد الشريف الحسيب النسيب أبي بكر البغدادي القراشي الحسيني الآمري بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى عبادة المعبود تخيلوا هالشكل جنة يعني إلا علا وتذكروا قوله له قولا لينا بعد من يفهم هذا المنطق شنو هالغباء هذا أكو قراء لا أقل يعني واضح الدعوة الوهابية لو كان ينفع مع محمد بن عبد الوهاب أو مع محمد بن السعود أو ابن عبد العزيز أو فلان أو فلان من ذوله لو كان ينفع معهم الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة لكانوا قبلوا كلام قومهم وهم قومهم كانوا ينصحونهم أيضا أبناء مذهبين أخو هذا شه اسمه محمد بن عبد الوهاب سليمان كان ينصحه ما كان يسمع النصيح أخوه أخوه شقيقه هم شيخ كان شيخ بكري كان بالأخير تتوقع أنه رح يجي يسمع كلامك أنت راعي المشهد وين يسمع كلامك شوية فطنة مطلوبة شوية إنسان يكون فطن المؤمن كيس فطن أخوه أكو قراء تبين أنه ذوله ما ينفعوا يام لا نصيحة ولا منهج الرشاد ولا رسائل ما دري نتزلف لهم نتملق لهم نعطيهم كلام طيبة ذوله ما ينفعوا يام الحشي فإذا لابد أن تسلك الطريق الآخر أيها الناس كلامه علي عليه الصلاة والسلام منهجه علي أيها الناس إن المنية قبل الدني والتجلد قبل التبلد هذا كلام علينا أمير المؤمنين كلام ابنه السبط الأكبر الحسن عليه السلام ما هو في نفس المصدر تحاف العقول سئل الحسن عليه السلام كلمة رائعة جدا عظيمة جدا سئل ما الذل يا ريت تحفظون هالكلمة فقال عليه السلام الفرق عند المصدوقة شنه يعني الفرق يعني فزع المصدوقة ماذا تعني الحرب الشديدة الصجية مصدوقة هذه عند العرب تسمى مصدوقة الإمام عليه السلام الحسن يقول أن الذل الفرق هذا الفزع الذي ينتابنا حين المصدوقة بس تقبل علينا الرايات إن خاف نفزع نضطرب نوقع أنفسنا في ذل وهذا الذي حصل مع الأسف والأسى من قبل كاشف الغطاء مع الأسف فبتوهم أن هذا من موارد التقية وأنه يحسن أن نتودد إلى الوهابي وأن نتعاطى معه بإيجابية بهذا التوهم وقعنا في ذل فرقنا حين المصدوقة وقبلها سئل الحسن عليه السلام ما المنعه فقال عليه السلام شدة البأس ومنازعة أعزاء الناس أعزاء الناس يعني من لهم عزة من لهم مكنة من لهم سطوة من لهم قوة المنعة في أن تنازعهم بشدة بأس حتى لو كانوا الوهابين أقوى منا نفرض في ذلك الزمان معنهم ما كانوا أقوى عصابة طالعين كانوا ومو محل إجماع حتى من العالم البكري حقيقة لو كنا قد تجمعنا وتكتلنا وفعلنا كما فعلنا في هذا الزمان ضد داعش لقطعنا دابرهم إحنا شيعة أهل البيت عليه السلام إحنا الشيعة رقوة جبارة بس المشكلة من يشعلها من يشعل الفتيل هذا الذي يشعل الفتيل لا بد أن يكون متسنما لمقام المرجعية العليا لذلك هنا المشكلة إذا ارتكب خطأا في التشخيص ولو بحسن نية نعلم ذلك لكن قد تترتب عليه مضاعفات كارثية مثل كارثة البقيع إلى يومنا هذا مثل المجازر التي ارتكبت في شيعة أهل البيت عليهم السلام كلفة هذه من يتحمل مسؤوليتها إلى اليوم شوفوا ما صار بالناس حتى في زماننا رأيتم بعيونكم ماذا فعلوا في أهل المنطقة الشرقية كما يصطلح علي أحساء قطيف كم قتلوا منهم ماذا فعلوا في البحرين هم السعود نفسهم ماذا فعلوا في البحرين أيام ما يسمى الربيع العربي ماذا يفعلون اليوم في اليمن دمروا بلد بأكمله بنيته التحتية اللي هي أصلا ضعيفة دمروها سحقوها في الأرض انظروا إلى شرهم وصل كل بقاع الدنيا ليش يا ابن الحلال ومن البداية شوية تجلد يقول أمير المؤمنين عليه السلام جلد شوية يقوي نفسك ومعاك شيعة أهل البيت عليهم والسلام وارفع راية الجهاد وإقضي على هذه الشرذمة الشيطانية الخارجية ندفع خسائر كنا أكيد آنذاك لكن الكلفة ستكون أقل بكثير من هذه الكلفة إلى يومنا هذا من هذا العار الذي في البقيع عار علينا هذا سواد وجه هذا إلى يومنا هذا كيف نرفع رؤوسنا ونسينا خلاص بعد هو من الآن اللي شايل يعني عنده تلك الهم حتى يعاد بناء قبور إمتنا عليهم السلام في البقية منه وين هذا الجهد الشيعي وين هذه الأمة المنتفضة المفروض وين راحت فعل بناء آل السعود ما فعله اليهود بهذه الأمة في القدس نفس شيء خلاص راحت المقدسات وضاعت وصار الأمر طبيعي وصار تطبيع وتحصيل حاصل وعمائم تقعد مع الملك السعودي عادي وكلام ومصالحة و الدنيا فل الفل بقولة المصريين على الأقل شوية هم بالقدس شوية يعني من حين لحين شوية يقول لك انتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية و أكون هناك لا يزال هناك شيء من الزخم الذي يتردد من حين لآخر أما البقيع ماكو لا حدا يذكره يمكن مجلس هنا بي عشر نفرات عشرين نفر يوم ثمانية شوال هالشكل يعني استذكارا يعني وبعدين يفرشوا لهم السفرة هم يأكلون وكذا يمكن شوية يميلطمون شوية يبتشون وآهية أضفنا مناسبة عزائية جديدة لجدول مناسباتنا المزدحم بالعزاءات طوال أيام السنة والتي تحولت في مع الأسف في معظمها عند معظم يعني فئاتنا نحن الشيعية إلى مجرد مناسبات اجتماعية نتلاقى بها ونأكل ونشرب 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 شاي ونسلم على بعض وكذا وشوية دمعتين وعظم الله وجوركم وفي أمان الله وكل واحد يروح بيته ينام على المخد الوثير مالته وبعد هذا تريدون إمامكم يظهر لكم يعني بعد كل هذا يعني هذا حال مرجعكم الأعلى هالشكل طلع قال الحسين صلوات الله عليه وروح يفده كما في مناقب ابن شار آشوب موت في عز خير خير من حياة في ذل لو هذا المبدأ كان ملتفتا إليه كاشف الغطاء وغيره من المراجع الذين صراحة لا نريد أن نتوسع في فتح هذا الباب أن نعدد أخطاء المرجعية العليا عبر العصور في التشخيص الخاطئ لموارد التقية والتي سببت كوارث كانت أخطاء فادحة واستمرت وكانت لها مضاعفات كثيرة الذي يمنعنا من هذا صراحة الذي يمنعنا خوف أن المجتمع يفهم رسالتنا بشكل خاطئ يفهمها يفهمها وكأنها طعن بالمرجعية حاشا وكلا أو إضعاف لها أو توهين منها أو دعوة للتمرد عليها أو إلغائها كل هذا لا نقول به ولا نستحله أبدا فكفى ظلما لنا معاذ الله نحن مع نقدنا هذا للمرجعية نقول إن المرجعية هي صمام الأمان أو صمام الأمان وهي التي حفظت التشيع والكيان الشيعي والأمة الشيعية عبر العصور وغالبا ما تكون تشخيصاتها صحيحة مسددة من ولي العصر صلوات الله عليه وأرواحنا فدا عن جر الله تعرف رجو الشريف وغالبا حتى ما نحن نتوهمه من أنه من أخطاء لها نكون نحن المخطئين فليكن هذا معلوما والسقف المرجعي لا بد أن يبقى هو ما يظلنا وهو يبقى واجب الطاعة علينا لكن ليس يمنع هذا كله هذا الإقرار كله والخضوع والتسليم للأمر المرجعي ليس يمنع أن نصرخ ونقول للمرجع إنا نتظلم إنا نشكو إنا نلفت النظر إنا ننتقد ننتقد لنا الحق في أن ننتقد إلى حد أن المرجع يقول أنا لم أقتنع بنقدكم وأنا أحكم بكذا فنقول سمعا وطاعة وإن كان مخالفا لي وجهة نظرينا نسلم بالنتيجة المرجع هو المرجع الإمام عليه السلام قال هذا هو المرجع ليس المرجع هو من ينصب راية زرقاء ويكون هيئة وثم يخطب في الناس وهو يحدد مسار هذه الأمة خلينا نعرف حجمنا نحن أمام المرجعية لسنا بمنافسين ولا نستحل ذلك أبدا الذي يحدد مسار هذه الأمة أصاب أم أخطأ وما دام هو حسن النية وما دام هو يعني يبذل جهده في ذلك يجتهد جهده هو من قال الإمام صاحب الأمر عليه السلام عنه وعينه فإنه حجتي عليكم لا هي أدخل دام المهدي عليه السلام ولا غيرها حجتي عليكم المرجع بس بس مو أي مرجع هم مو مرجع حواسم اطلعلي مو مرجع سياسي مرجع جامع للشرائط إذا المرجع يصدر منه شيء بقوة الفتوى أو بقوة الحكم فلا بد من التسليم وإن لم نكن مقتنعين أصلا الراد على المرجع حين إذن راد على الإمام عليه السلام فإذن لا إفراط ولا تفريط لا أن نروح نتملق للمرجعية وننافق المرجعية بحيث أنه حتى الأخطاء الكارثية التي تلوح لنا بالأفق لا نصرخ وننبه المرجعية لعله يمكن وجد نظر نتطع صحيحة بالنتيجة هو اجتهاد مقابل اجتهاد بالنتيجة نلفت النظر مهم نؤدي ما علينا لا هذا نفعله ولا ذاك وهو أن نوهن أو نوهن المرجعية ونضعفها ونخدش في عدالتها لا سمح الله تعالى أو أن نتوسع في النقد بحيث يفهم كلامنا أنه طعن في المرجعية أو إلغاء لها إذا ما استشعرنا أن الأمة حقا تفهم كلامنا على هذا النحو فنحن نصمت حينئذ وقد صمتنا فيه سنوات وسنوات هذه بس هالشكل لكي يعني معذرة إلى ربكم نحن نقولها ونحسب أن مراجعنا العدول أدام الله بقاءهم يحترمون مقالتنا هذه أكثر من احترامهم لمقالات حواشيهم المنافقة بعض حواشيهم المنافقة على الأقل يعلمون أننا صادقون وأننا حتى حين ننتقد حتى حين نذكر بهذه الصفحات التاريخية المؤلمة والمأساوية فإن ذلك من دافع حبنا بدافع حبنا للمرجعية وتقديسنا لها وخشيتنا أن ترتكب مثل هذا فنقول اقطعوا المراسلات والكلام صار واضح أجواء الحرب مو أجواء الحرب لنسويها رجاء لنسويها نعلم سلامة نيتك نعلم أنك إلى ما تصبو ولكن الطريق غلط تاريخيا ثبت أنه طريق غلط لا إن شاء الله نكون مخطئين إحنا ما نقول لا إن شاء الله نكون مخطئين وغالبا ما نكون مخطئين النتيجة المرجع أقدر على التشخيص غالبا ولكن هذا تاريخ وهذه رواياتنا وهذه تعاليم وإمتنا عليه السلام وهذا ما هو محسوس ملموس لا يمكن إنكاره إلا مكابرة ولسنا من المكابرين ولا المبالغين المشكلة إخواني هي هذه أنه حين لا تنتبه المرجعية مع الأسف فتكون لها ساعة ضعف وتقي في غير مواردها تقية الذل تقية مغلوطة التي حذرنا منها إمتنا عليه السلام قالوا لا تذلوا أنفسكم المشكلة هي هذه المرجعية حين لا تنتبه ففي هذه الساعة الساعة التي تكون ساعة ارتكاب تقية مغلوطة تؤدي إلى ذل طويل مستمر لا يمكن إحصاء آثاره الكارثية تؤدي إلى كسرة كسرة ذل تبقينا في ذل لا يعوضه عز الدهر يعني يعني الآن لا شك أن الشيعة في زماننا هذا لهم شيء من العزة بعد الذي ظهر في العراق وبعد فتوى الجهاد الكفائي وكيف اكتسحنا بفتوى المرجعية العليا وعليكم السلام ورحمة الله وأبدنا الإرهابيين على هنات ذلك كله لكن بيّن للعالم مدى قوة المرجعية الشيعية التي تتطلب من رؤوس أعظم دولة عظمى في العالم اليوم ولاية المتحدة الأمريكية أن تبتهج اليوم حسب دعواها وتدعو الله في أن يمد في عمر السيد السستاني وتبارك له نجاح العملية تصريح اليوم وزير الخارجية الأمريكي إذا شايفين لما هذا الالتفات لما ظهر لديهم من هذه القوة الملايينية العظيمة التي للأمة الشيعية بقيادة مرجعها الأعلى أكيد هذه عزة أكيد كانت لنا مراحل من العزة بحمد الله تعالى ولكن كل هذه العزة لا تعوض ساعة الذل تلك التي نسفت فيها مراقد وإمتنا في البقي عليه السلام لا تعوضها إحنا ما زلنا في ذل ما زلنا في مكسورين إحنا مكسورين ما زلنا مكسورين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كما في غرر الحكم ساعة ذل لا تفي بعز الدهر هي صحيح ساعة من الذل بس لو إن شاء الله الدهر عندك من العزة بعد هذه الساعة أنت لا تزال في ذلة المشكلة حين المرجعية لا تنتبه لتلك الساعة الساعة الخطيرة الحريجة ولذلك ننتقد لذلك نصعد اللهجة أحيانا أملا في الانتباه أملا في تكوين البيئة المحفزة التي نحسب إن شاء الله تعالى أننا كونا شيئا منها فقومت شيئا من السلوك المرجعي المهم نفعل ما علينا إذا أمرنا أن نكف كما قلنا بما له قوة الفتوى أو الحكم كففنا خلص قل أدينا ما علينا إنما نصحنا إنما أشرنا والمرجعي يعرف تكليفة خلص منهجنا هذا أيها الإخوة هو منهج العزة المنهج الذي ينشد العزة من بين كل المناهج الشيعية اليوم المنهج الوحيد تقريبا الذي أخذ على عاتقه في أدبياته وأهدافه المعلنة بشكل صارخ وواضح أن من الأهداف تحرير مكة والمدينة مو فقط إعادة بناء تحرير بحيث المسلمون يذهبون إلى مكة للحج يسمعون في الأذان أشهد أن علي ولي الله اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعجل ورجه واذعب عداهم هو هذا المنهج حصرا من الذي يطرح مثل هذا الهدف وهذا البرنامج وهذا المشروع نعم هكذا نحن نقرأ منهجنا وهكذا ندعو إليه نعم الحمد لله نحن مختلفين عن البقية نحن أهدافنا هذه الأهداف هذه الأهداف السامية تحويل الشيعة إلى أكثرية العالم الإسلامي تحرير مكة والمدينة بحيث يجهر فيهما بالولاية لأهل البيت عليهما السلام والبراءة من أعدائهم إعادة بناء مراقد أهمة أهل البيت عليهما السلام في البقيع بقيع الغرقد بالقوة لا بالدبلوماسية الخانعة الاستسلامية التي لم تفضي إلى شيء بالمكنة نزع السلاح من كل الدول الأعرابية البكرية أن تجعل كل دولة بكرية من زوعة السلاح هاي طرحناها على المنبر قبل سنوات احنا هكذا نتكلم ولذلك الكل يخشانه ترى بالمناسبة والكل يكرهنه لأنه هذا شنو هذا تغيير جذري لواقع وحال الأمة متغيير ترقيعي مو على مستوى بقعة صغيرة جغرافية وعلى مستوى ما أدري شغلة بسيطة وسووا لنا محكمة استئناف جعفرية الله قد إنجاز عظيم وخلوا لنا ساعة ما أدري في يوم العاشر في التلفزيون يجبون بها خطيب يعني يتكلم شوية وسمحوا لك ما أدري هاشمي شارودي يدخل الكعبة لما يغسلون الكعبة الإنجازات العظيمة هذه مالتهم شوف هذا هذا سقفهم هذا السقف هذا مالكم يا بقية التيارات الشيعية التعبانة هذا سقفكم ما كل كل شيء تفرحانين به هذا تحت نعالنا إحنا وين سقفنا وين إحنا وين نتكلم إنتم وين تتكلمون لا إحنا هذا مو ثوبنا مو إحنا الرافضة لا أبدا لا لا إحنا مو هكذا كل واحد تتكلم على قدة تو هذا قدكم فمنهجنا هذا بكل ثقة هو منهج العزة بحمد الله تعالى هذا ما نطلبه وسيأتي هذا اليوم إن شاء الله عاجلا عاجلا إذا اجتمعنا كلنا على قلب رجل واحد إن شاء الله إن شاء الله وضممنا قوتنا بعضنا إلى بعض وتكتلنا وقوينا هذا المنهج وانتشاره في العالم فستحدث التحولات الكبرى في هذا العالم إن شاء الله هي النواتب إن شاء الله تعالى وما هذا الفيلم المبارك الذي نحن بصدده إلا خطوة عظيمة وثابة في هذا السبيل ولنعتبرها خطوة أولى كذلك بوابا أحسنتم خوش تعبير هذا الفيلم الذي سيعرض للعالم كافة لأول مرة في التاريخ منذ يوم الهجوم على دار الزهراء عليه السلام إلى يومنا هذا سيعرض نسخة طبق الأصل مما جرى بالصوت والصورة إن شاء الله الناس كلهم يرون بلغتهم بثقافتهم العالمية لغة الإنجليزية دبلج إلى لغات بإنتاج عالمي سينمائي راقي يا الله بكيفية عالية بذوقية عالية بخبرات سينمائية عالية على مستوى هوليوود وتعلمون أنتم أن أمريكا أحد أسباب عظمتها وتحولها إلى قوة عظمى هو سلاح السينما والإعلام أمريكا برعت في ذلك ليش الاتحاد السوفيتي سقط شوفوا أمريكا ما اهتمت فقط بالتسليح اهتمت كذلك بالسلاح اللي يسمى السلاح الناعم السلاح الإعلامي والسلاح السينمائي والأفلام العالم كله صار الثقافة تشنوا الأفلام الأمريكية كل العالم أفلام أمريك عمرك شايف فيلم روسي من منكم شايف فيلم روسي ولا واحد ما اهتموا بهذا الجانب فما انتشر الثقافتهم عالميا سقطوا أخيرا اتحاد السوفيتي على عظمت من يصدق سقط بالأخير أمريكا استفردت صارت القوة العظمى الأولى في العالم بلا منازع سعدهم قوتها تظهر في أفلامها اتعبئ ثقافة تحول ثقافة الناس إلى هم وين قاعد لك واحد بالصين مدري وين يلبس أمريكي يقص شعر أمريكي يتكلم أمريكي شبابنا نفسهم روح شوفهم هالمخابيض اللي عندنا بالعراق وبالخليج وكل مكان ليش يستخدموا مصطلحات أمريكية سلام أمريكي حركة أمريكية قصة شعر أمريكي لباس أمريكي جينز مينز مدري شينو ليش يسوي هالشكل متأثر بالفيلم بها الأفلام يطلع لك واحد رامبو وسط هذا داعش يسوي نفسه رامبو مدري شينو كذا رامبو مؤثر نفسه نعم 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 أحسنتم يعني هم بارعون في مواكبة الأحداث وتحويلها إلى أفلام أصلا ذات مرة قبل سنوات قرأت أنه الجيش الأمريكي نفسه بقطاعاته يراووهم بعض الأفلام هم يراووهم بعض الأفلام المنتجة في هولوود حتى يعيش الحالة يعني يعيش الحالة هذا الأمريكي فلما يقاتل يقاتل يعني وهو مخ بالفيلم يعني راح يصير هيرو راح يصير بطل راح يصير مدري شينو يحشون عنه بعدين يسوون الفيلم عنه أنه هذا نفس يسوون فاكتسحوا العالم بثقافتهم وصاروا قوة عالمية لا توازيها قوة أخرى علينا أن لا نهمل هذا الجانب الفيلم هذا سيدك عروشا إن شاء الله تعالى سيحطم هياكل من الفساد والنصب والعداء لأهل البيت عليهم والسلام الوهابية ستتضعضع إن شاء الله تعالى بعد ظهور هذا الفيلم البكرية تتضعضع البترية تتضعضع هم ما يتحملون هذا الفيلم ما تشعرون محاربين من البداية هسة أي هذي بس كلها الآن مقدمات الآتي أعظم إن شاء الله تعالى بأن كلنا نتعاون نتباذل ساعدونا حطوا إيدكم بإيدنا وشوفوا لين نوصل شوفوا شنو نحقق بس تعالوا حطوا إيدكم بإيدنا وشوفوا هذا الأمر كنا نقول وقبل عشرين سنة وما كانوا يثقون به الناس اللي كنا نكلموا من معممين بعضهم من رجالات شخصيات بعضهم يقول لا هذا ما يصير ما يصير ما يصير صار بس تعالوا خلوا إيدكم بإيدنا وشوفوا شنو نسوي نقلب العالم قلب يتغير إلى الأفضل طموحنا أن نمهد لظهور ولي العصر صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لازم نمشي كما بيّنت لكم ذات مرة في جواب على سؤال نمضي على الوفاء بالعهد المأخوذ علينا ارجعوا إلى تلك المحاضرة وذلك الجواب حتى تفهموا العهد لأن الإمام يقول ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا تريدون تعجيل الفرج اجتمعوا بقلوبكم على الوفاء بالعهد ترجمة نانسي قنقر